المفكرة لكتابة شروط لكل يوم باستخدام الحالة الشرطية الأولى الحالة الشرطية الأولى يوجد فيديو قصير مدته دقيقة يشرح هذه القاعدة على القناة عودوا إليه لتفهموا هذه الحالة ولماذا نستخدمها لكن باختصار وبشكل سريع أذكركم القسم من الجملة الذي يحوي F يكون الفعل فيه present symbol القسم الثاني will والفعل مجرد صندي الأحد attend a presentation about future careers حضور عرض تقديمي عن المهن المستقبلية كيف نغير هذه الجملة بصيغة first conditional نقول إذا لم يكن لديها مشروع مدرسي سوف تحضر عرض تقديمي عن المهن المستقبلية Monday go shopping with mom تذهب للتصوق مع أمها يمكن أن نقول if she doesn't have a lot of homework إن لم يكن لديها الكثير من الواجبات she will go shopping with her mom سوف تذهب للتصوق مع أمها Tuesday visit the dentist تزور طبيب الأسنان dentist طبيب أسنان if she has toothache again إذا كان لديها ألم في الأسنان مرة ثانية she will visit the dentist سوف تزور طبيب الأسنان tooth sin ache ألم ألم أسنان Wednesday tidy my bedroom أرتب غرفة نومي يمكن أن نقول if her bedroom is very messy إذا كانت غرفة نومها فوضوية جدا she will tidy it سوف ترتبها Thursday collect food warm clothes and toys for the needy جمع الطعام الملابس الدافئة والألعاب للناس المحتاجين needy المحتاجون if she has some free time إذا كان لديها بعض وقت الفراغ she will collect food warm clothes and toys for the needy ستجمع الطعام الملابس الدافئة والألعاب للمحتاجين Friday الجمعة go camping with my family الذهاب للتخيم مع عائلتي if the weather's sunny إذا كان الطعس هنا لدينا weather is إذا كان الطعس مشمسا she will go camping with her family سوف تذهب للتخيم مع عائلتها ستجمع الطعس ستجمع الطعس الوظيفة هذا مناسبة لك نحن مركز تعلم مبكر في إربد نبحث عن أفراد أفراد المهتمين بتعليم young children أطفال صغار in a supportive and caring environment ضمن environment بيئة مهتمة وداعمة نحن نرغب بالمعلمين أن يعملوا مع الأطفال من جميع الأعمار على برامج الأنشطة please apply only if you have previous experience in working with children رجاء تقدم apply تقدم للوظيفة فقط إذا كنت تملك خبرة سابقة في العمل مع الأطفال we need you to be friendly نحتاج أن تكون ودودا enthusiastic متحمسا and energetic ولديك طاقة and to have the ability to teach activities to young children ولديك القدرة لتعليم الأنشطة للأطفال الصغار we provide training and a uniform نحن نؤمن لك التدريب والزي الموحد send us an email today for an interview أرسل لنا بريداً إلكترونياً اليوم من أجل المقابلة كانت لدينا الكلمات crafts حرف early learning تعلم مبكر individuals أفراد supportive داعم enthusiastic متحمس energetic لديه طاقة مفعام بالطاقة provide يؤمن أو يوفر الأسئلة المتعلقة بهذا الإعلان هي ما هي المهارات الخمسة وال qualifications المؤهلات المطلوبة required مطلوبة أو لازمة لـ apply التقدم لهذه الوظيفة الإجابة The five characteristics are الميزات الخمسة هي having previous experience أن يكون لديه خبرة سابقة being friendly أن يكون ودوداً being enthusiastic متحمساً being energetic مفعماً بالطاقة having the ability to teach activities to young children لديه القدرة لتعليم الأنشطة للأطفال الصغار السؤال الثاني Do you think you are suitable for this job? هل تعتقد أنك مناسب لهذه الوظيفة؟ Explain why why not اشرح لما أو لما لا الإجابة خاصة بكم Page 9 Writing An advertisement إعلان Read the advertisement and write down two reasons اقرأ الإعلان واكتب ثببين Why the item is for sale لما هذا الغرض للبيع Then briefly بشكل مختصر State your opinion اذكر رأيك on whether you are convinced and say why اذكر رأيك إن كنت مقتنعا وقل لماذا Five games in one خمسة ألعاب في واحد 10 pounds 10 جنيهات Description الوصف This item is in excellent condition هذا الغرض بحالة ممتازة It has a very low starting price لديه سعر بدء منخفض Because I need more space in my room لأنني أحتاج إلى مساحة أكثر في غرفتي I have had this collection for five years لقد ملكت هذه المجموعة لمدة خمسة سنوات أي كانت لدي لمدة خمسة سنوات But I haven't used it very much لكنني لم أستخدمها كثيرا I prefer playing computer games أنا أفضل لعب ألعاب الكمبيوتر I can send it to you in the original box أستطيع إرسالها لك بالصندوق الأصلي With the instruction manual مع كتيب التعليمات Instruction تعليمات Manual القائمة والكتيب The games are all very popular جميع الألعاب شعبية أو مشهورة جدا I have played them and checked that they are in good condition لقد لعبتها وتأكد أنها في حالة جيدة They also come in their original boxes وهم أي الألعاب تأتي بعلبها الأصلية If you want to get a good deal Go for this item إذا أردت أن تحصل على صفقة جيدة اذهب إلى هذا الغرض أي اشتري هذا الغرض المطلوب مننا أن نكتب سببين Two reasons لما هذا الغرض للبيع ثم أن نذكر رأينا إن كنا مقتنعين ولماذا السبب الأول Reason one The seller needs more space in his room البائع يحتاج لمساحة أكثر في غرفته Reason two He hasn't used the item very much لم يستخدم هذا الغرض كثيرا أما الابينيون الرأي فهو رأي شخصي عائد لكم Exercise ten Which one of the items in the photographs do you think isn't good enough condition to buy أي من هذه الأغراض في الصور تعتقد أنها في حالة جيدة كفاية لتشتريها Write a short paragraph describing the object اكتب فقرة قصيرة تصف فيها هذا الغرض and explaining why you would choose to buy it وتوضح فيه لما قد تختار شراءه لدينا هذه الأغراض الدراجة جهاز الكمبيوتر وساعة المنبه Exercise eleven Choose something that you own اختر شيئا تملكه and no longer want to keep ولم تعد تريد الاحتفاظ به بعد الآن Write an advertisement for it for an auction website اكتب إعلانا له من أجل موقع إلكتروني للمزادات Auction مزاد الإجابتان في السؤال العاشر والحادي عشر متروكتان لكم بهذا التمرين أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حل تمارين Activity Book لUnit 1 سنبدأ بإذن الله في الفيديو القادم بشرح Unit 2 من كتاب الطالب السلام عليكم شكرا